ما سبب عودة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا في الأردن؟ هل هو السلوك الاجتماعي للمواطن أم هو سبب وبأي بحث يتعلق بالفيروس وتحوراته؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا مباشرة مدير مركز الأميرة هي للتقنات الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سعيد جرادات أهلا وسهلا بك دكتور دكتور القرارات الحكومية الأخيرة وأمر الدفاع السابع والعشرون ركزا خصوصا على المواطن والسلوك الاجتماعية فهل يعني أنت ممن يحملون المجتمع سبب تفشي هذا الفيروس أم هو الفيروس يعني نفسه والتحورات التي جرت عليه وزادته سرعة وشراسة لا شك أخ علي أوشمس الخير أن العاملين هم مهمات بما نشهده بالأردن في هذه الأيام من موجه وتفشي لهذا الفيروس في محافظات متعددة والآن إحنا منحكي عن محافظات في الجنوب اللي هي كانت في منأة عن الجائحة في المرة الأولى ومنحكي عن الشمال عجلون وإربد ومنحكي عن مادمة والبلقة وبالتالي إحنا منشوف أعداد الإصابات بجميع هذه المحافظات عملها بتزيد فالآن إحنا منحكي عن عاملين العامل الأول أكيد أنه إحنا يجب أن نلتزم بكل الشروط الصحية اللي معلني من أول يوم للجائحة بالعالم اللي هو التباعد الاجتماعي الكمامة غسل اليدين الابتعاد عن التجمعات فالآن إحنا منحكي وإنت بتسمع أخ علي وأنا بسمع حي عندنا بالمنطقة بيقول لك أربعين واحد ليش؟ والله كانت حفلة عرس وبالتالي هذا جزء كبير وسيبقى عامل مهم حتى العالم جميعا يصل لمناعة مجتمعية بسبب المطاعين الشيء الآخر والمهم دخل في هذه الفترة وأدى لهذا التفشي الواسع لهذا الفيروس اللي هو النسخة البريطانية المتحورة اللي زي ما منعرف دخلت الأردن تقريبا بشهر 12 بأعداد بسيطة لكن دخلت بأكثر من مدخل من دول مختلفة سواء بريطانيا أو دول مجاورة أخرى الآن أخي عالي هذه النسخة زي ما الجميع الآن أو اليوم بيعرف إنها عندها عاملين مهمات سببوا هذه الجائحة من جديد في العالم اللي هو قدرتها على الانتشار في المجتمع والعدوى الأكبر لها الشيء الآخر وهو ضمن نفس الإطار إنه مدة وجودها بالإنسان لما بيصاف فيها هي أطول من النسخ الأصلية اللي إجت من مدينة وهان فأنا بقول العاملين هم مشتركان الآن بسبب واللي بسبب الموج الجديد اللي إحنا منشوفه اليوم بالبلد طيب يعني إحنا دكتور منسمع يوميا مصطلح الفيروس المتحور وأيضا السلالات الجديدة ما هو الفيروس المتحور ولماذا يتحور وما الذي يحدث له بالضبط؟ نعم فالآن السلالات المتحورة الآن إحنا منذ ظهور الفيروس الفيروس لما انتقل من حيوان لإنسان وبالتالي هذا الفيروس بعده مش متمرن كويس على أنه يمسك بالمؤشر البروتيني حتى يدخل بسهولة فخلال هذه الفترة الفيروس عمله أجرى عدة تمارين بتغييرات معينة وأحدث طفرات معينة بالجينوم بتاعه بحيث أنطى نوع من الاتزان عندما يمسك هذا المستقبل التنفسي أنه يدخل بسهولة فالآن هذه التحورات أخ عالي الثلاثة اللي بيحكي فيهم العالم اليوم سواء البريطانية أو اللحقتة الجنوب الأفريقية واللحقتة البرازيلية كل ياتهم هذول الثلاث نسخ متحورة يشتركوا بطفرة مهمة جدا على موقع 501 من البروتين الشوكي زي ما نعرف أنه هذا البروتين هو مدخل الفيروس لخلايانا فهذه الطفرة أعطت نوع أكبر من الأريحية لهذا الفيروس أنه يمسك بالمؤشر البروتيني أو المستقبل على خلايانا ويدخل لخلايانا ويبدأ حياته العدوى له وبالتالي هذه التحورات الآن زي ما احنا شفنا التحور الآخرة والطفرة الأخرى اللي لفتة العالم إلها أنه بسبب الضغط على هذا الفيروس من ناحية تطور بسبب انتشار المطاعم الآن دول كثيرة بدأت ببرامج تطاعمها فهو الآن بدأ يفكر أنه أنا كيف ممكن أيضا أعمل معادلة لهذه الأجسام المضادة اللي ممكن تطلع سواء من المطاعم أو من ناحية الإصابة بالعدوى الأولى وبالتالي هذا التحورات هي تطور طبيعي لهذا الفيروس أنت دكتور أطلقت على كل سلالة اسم المكان الذي ظهرت فيه وهذا معروف عالميا هل يعني أن هذا كل نوع من الفيروسات المتحورة لديه خصائص مختلفة عن غيره يحكمها المكان والمناخ الذي وجدت فيه؟ لما أطلقنا عليها أخي عالي بأسماء الدول طبعا لها أسماء علمية لما نقول المتحور البرازيلي له اسمه P1 لما نقول المتحور البريطاني P1 117 إلى آخره فهذه التسميات اللي منتداولها هي بسبب الأمكن اللي تم اكتشاف هذه الفيروسات المتحورة فيها وليس لها يعني أي صفة علمية ترتبط بهذا المكان الآن اللي تفضلت فيه سؤالك جدا مهم لما منحكي عن الطفرة البرازيلية أول ما طلعت بسبب أن هناك كان ضغوط كثير على هذا الفيروس بسبب الأعداد الهائلة اللي أصاب هذا الفيروس بالبرازيل فبالتالي هذا الفيروس بده يصيب أكثر بده يرجع يصيب الناس مرة أخرى وبالتالي قد يكون هذا جزء من التفكير الفيروسي أنه أنا بدي أطور شيء أقدر أتغلب أو أنفرد بالجهاز المناعي وأتهرب منه بس بشكل عام هذه الطفرات ممكن تحدث بأي دولة في العالم وقد يكون حدثت لكن هناك يعني خلنا نقول استقصاء جينومي ببعض الدول خاصة المملكة المتحدة أهلهم أنهم يكتشفوا هذا الفيروس البريطاني بطريقة مبكرة لأنهم هم يفقوا الشفرة الوراثية لعدد كبير من الفيروسات اللي إيجابية وبالتالي تمكنوا من تحديد هذا الفيروس أو هذه النسخة المتحورة الجديدة شكرا لك مدير مركز الأميرة هيا لتقنات الحيوية في جامعة العلوم وتكنولوجيا دكتور سعيد جرادات كنت معنا عبر سكايب يرقد على سرة العلاج ثمانون مصابا بالفيروس منهم ثمانية وعشرون أو ثمان وعشرون حالة في قسم العناية الحثيثة في المستشفى الميداني في أربد والمقام في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا مدير المستشفى الميداني في أربد دكتور عماد أبو يقين قال إن الكوادر المخصصة للعمل في المستشفى من خيرة الأطباء والممرضين وفني مختبر واشعة مؤكدا أن المستشفى يعمل على تحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى يمكث على أسرة الشفاء ما يقارب 79 مريض منهم 52 مريض في العناية الاعتيادية والعناية المتوسطة وباقي المرضى يمكثون على أسرة الشفاء في قسم العناية الحثيثة وصل إشغال قسم العناية الحثيثة في هذا المستشفى إلى ما يقارب 55% وهذا يعتبر رقم مرتفع تتزايد الحالات في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في تسجيل عدد حالات الإصابة طبعا ما زال هناك يوجد بعض المشككين في حدة هذا المرض نطلب من الأخوة المواطنون الالتزام في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وارتداء القفزات وكذلك استخدام المعاقمات والمطهرات الشخصية عند الدخول والخروج من المنزل